تعالوا نشوف مع بعض الحتة دي كده عايزين نفهمها كويس هنجيب ملف جديد هنجي هنا نقوله i بتساوي 4 و j بتساوي 3 هقوله k بتساوي j على i كلام مظبوط هل نقوله هنا write كلمتري key و stop and تعالوا نشوف المسألة دي مع بعض طبعا الكلام كم ب zero زيرو زيرو ازاي لما المفضوط انها تلتة اربع بنرجع تاني برنيل بتاعنا كده مفضوط انها تلتة اربع اه هي تلتة اربع هي تلتة اربع تلتة اربع تلتة اربع لانه واحد و تلتة اربع فهو مبعديش غير الواحد بس طب تعالوا مع بعض نعمل تغيير بسيط كده هنخلي ال i هنخليها اج يبقى دلوقتي فيه خالية ما بين المتغييرات الحقيقية والمتغيئسة والصحيحة والغير صحيحة الريل والانتجر طبعا اه في البرجنز القديم من الفورترانكات ممكن تعمل لي مشكلة هنا مش يعمل لي مشكلة بس المشكلة كلها زي ما هنشوف دلوقتي ان الناتج بتاعنا هنلا اي واحد برضو هلا مع ان انا عملت ايه مع ان انا قلت له ان ال ايشي دلوقتي متغيير ايه صحيحة غير صحيحة بحيث ان احط ممكن احط بوينت لكن لو بيت انا حط بوينت اه هنا اره هنا لو حطت بوينت هنا يديني اره لانه بقول له اي بتساوي اربعة ال اي بي اصلا متغيير صحيح والاربعة بنقطة دسم البوينت ديان تعني ان ده متغيير غير صحيح فالزي انت بتخزن راقم غير صحيح حتى متغير صحيح اه دي تاني المشكلة لكن هنا ان فيش مشكلة خالص لكن المشكلة كلها بقى انا بجرى عملية الاسمة بقى انا بجرى عملية الاسمة بيخزنها لي في في ايه في متغير صحيح في متغير الصحيح ده هلأ كنت دايما صحيحة فهياخذ القناة الصحيحة لكن لو انا قلت دي ان سنتها اي كي وجيت انا قلت تبعلي اي كي اه يبقى هنا لما يجرى عملية الاسمة لما يجرى عملية الاسمة هيقسم متغير صحيح على متغير غير صحيح يبقى الناتج الغلبة لان الاعام اللي هون غير غير صحيح بس هيتخزن في متغير ايه غير صحيح تعالى نشوف الحيطة دي مع بعض تبعلي وان بينت سري سري والحتة دي زي انا قلت مهمة شوية اللي هي عملية الخليط لدي المتغيرات الصحيحة والغير صحيح في حتة بس عايزة اقولهم انه لو جيت دلوقتي قلت له ان انا هقسم ايه على جيه يعني دان تغير صحيح صحيح اصمتون على بعض هل يديني الايه كريل ولا انتور هو هيديني الايه اه هيديني ريال بس المشكلة كلها ان ناتج الاسمة يعني هيديني غير بس هي واحد واحد ليه لانك بتقسم صحيح على صحيح يبقى ناتج الاسمة قبل ما يتخزن كان صحيح ناتج الاسمة هناك قبل ما يتخزن كان رقم صحيح اللي هو الواحد فاللكم ديت خزن في متغير غير صحيح حاجة اعام فاخذها واحد قدامها وعدة اصفر عشان نوضح الحت دي هنعمل حاجة بسطة جدا هنمسح خالص الاي و جي وهنكتب هنا ثلاثة على اربعة او اربعة على ثلاثة تعالوا كده نحفظ اداني واحد اداني واحد زي نسا قيل دلوقتي ان العملية اصلا انتجر على انتجر سيدي انتجر انتجر على ارقام الصحيحة فقط تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي سرى يبقى يكفي ان احدهم يكون ريال خلاص هيدي ريال طبعا لابدنا الفاكرة ان لو الاثنين انتجر يبقى نتج القسمة انتجر قبل ما يتخزن في المتغير حتى المتغير حقيقي حتى لو متغير ريال اللي هيخزن فيه نتج الاسمه نتج الاسمه عاصل مدام انتجر على انتجر هيدي انتجر ريال واحد مش 1.3.3 ينخزن ريال واحد بالسواحد ريال يعني واحد قدامه ست سوار بعد العلامة العشرية اظن الحتة دي واضحة شوية هنبدأ دلوقتي ناخد برامج نستفيد بيها من الجمل الشرطية اللي اخدناها برامج تكون اعمق شوية من البرامج اللي فاتت